ما زلنا معك عزيز المحقق نبين لك الخطوات الأساسية في تحقيق المخطوط ونحن الآن في الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية وهي المرحلة الإعداد العملي وهذه المرحلة كما قلنا تمر بخطوات عرفنا خطوتين منها والآن مع الخطوة الثالثة وهي خطوة ضبط عنوان المخطوط كما سمغ مؤلفه بعد أن يقف الباحث على اسم الكتاب وموطنه ويحضره بين يديه ويقف كذلك على نسبته إلى مؤلفه عليه أن يضع له عنوانا صحيحا إن العنوان دليل على ما تحته من موضوعات فمما ينبغي تحقيقه والتوثق منه عنوان المخطوط على الصورة التي وضعها عليه مؤلفه إن المؤلف قد وضع عنوانا لمخطوطته فكذا الباحث عليه أن يضع عنوانا يتناسب مع ما وضعه المؤلف لأننا كثيرا ما نجد عدة مخطوطات لكتاب واحد تختلف عنوينها إن اختلاف العنوان له أسبابه وهذه الأسباب لابد أن يعيها الباحث ولابد أن يتعامل مع هذا الاختلاف وللجواب عن هذه الأسباب نستطيع أن نقول إنها كثيرة منها قد يكون المؤلف نفسه كتب كتابه أكثر من مر وسماه بأسماء مختلفة ولذلك جاءت الأسماء مختلفة بين المؤلف والمحقق على حد سواء أيضا من بين تلك الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف عنوان المخطوط أنه قد يطمس عنوان الكتاب بسبب الرطوبة أو الأراضة أو زوال من أول الكتاب إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تمصي العنوان كذلك من بين الأسباب أننا نجد بعض أن الساخ يتصرف من تلقاء نفسه فيضع عنوانا مخالفا لما وضعه المؤلف بحسن نية أو عن جهل بضرورة العنوان الذي وضع عليه المؤلف إن المؤلف قد وضع عنوانه على مخطوطته ليبرز ما تحته من مضمون ومن قضايا وأحكام ومن بعض المسائل التي يتناسب عنوانها أو تتناسب مع عنوانها فيأتي الناسخ ليتصرف بحسن نية فيضيع العلاقة بين العنوان وبين ما تحته من قضايا وموضوعات فضع الكتاب جاء كما جاء في كتاب العزيز في شرح الوجيز وهو في فروع الشافعية للإمام أبي القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني المتوفى سنة 623 الذي شرح به كتاب الوجيز في فروع الشافعية للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله حيث تصرف بعضهم في عنوان الكتاب فقال العزيز بدلا من الوجيز والعزيز هو اسمه من أسماء الله ولا يجوز أن يسمى به كتاب فزاد في أول نسخته كلمة فتح فصار اسم الكتاب نسخته فتح العزيز ولكنه جاهل أن العزيز في اللغة أي النادر النفيس والحديث العزيز وهو ما رواه راويان أو ثلاثة انظر حسن نية من الناسخ أدى إلى ضياع مضمون الكتاب بتغيير كلمة أدت إلى الاختلاف الكبير الشديد كما علمنا ما ينبغي على المحقق فعله لتوثيق عنوان الكتاب الصحيح رأينا كيف يكون تغيير العنوان وأثره على المضمون فماذا ينبغي على المحقق وهو شغله وعمله عليه أن يتبع الخطوات التالية أن يقوم بدراسة العنوان دراسة متأنية فاحصة ليصل إلى الصواب فيه وما الذي يساعده على ذلك تساعده على ذلك عدة أمور منها قراءة الكتاب إذ ربما يعثر على اسمه الصحيح في غضون سطوره ثانيا أن يعود إلى الفهارس والكتب وتراجم الطبقات المشيغات التي سبق أن بيناها في شرائح سابق كذلك من بين الخطوات التي تسير فيها المرحلة العملية للتحقيق فك الرموز الواردة في المخطوط إن كثيرا من القدماء والوراقين والنساخ قد دأبوا على استعمال مختصرات ورموز لعبارات يكثر ورودها في الكتاب فخشية أن يطول اسم الكتاب وتطول كتاباته حرص على الرمز استعمال الرمز اختصار للوقت والجهد فعلى المحقق أن يلم بها ليفهمها ويفكها في تحقيقه الكتاب كي لا يترك القارئ في واد سحيق مظلم في أي غموض أو لبس فعليك أيها المحقق الأمين أن تقوم بفك تلك الرموز وأمامكم أعزائي المستمعين بعضا من هذه الرموز والاختصارات ونبينها هكذا منها كلمة إلخ هذه الكلمة معناها إلى آخره وأيضا كلمة أنا المقصود بها أخبرنا وأيضا كلمة أنباء أي أنباءنا أضه تفسيرها الظاهر أيضا ألمص تفسيرها المصنف وكذلك المقصد فكها المقصود وأخيرا ألفها وهي كثيرا ما نراها في المخطوط وغير المخطوط تفسيرها كلمة انتهاء وبذلك ينتهي الحديث عن المرحلة الثانية من مرحلة التحقيق وهي المرحلة العملية للتحقيق وخطواتها آخرها الخطوة الرابعة وقد بينا لك عزيز القارئ عزيز المستمع كيفية التعامل معها فإلى مرحلة أخرى من مراحل التحقيق وهو ما تحمله الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر